يواجه حزب النهضة الإسلامي الحاكم في تونس أزمة سياسية بعد تهديد أمينه العام ورئيس الحكومة الحالي حماد جبالي بالاستقالة إذا لم يتم الموافقة على تشكيل حكومة تكنقراطة الألف من مؤيد حركة النهضة تظاهر وسط العاصمة للدفاع عن شرعية المجلس التأسيسي والتنديد بالتدخل الفرنسي في الشأن الداخلي لبلدهم كما يقول هذا المواطن نظام بن علي ونظام بورجيبا الذين عرفوا بانبطاحهما لفرنسا انتهي الآن يجب أن تعتمد سياسة متوازنة نحن مع إقامة علاقات اقتصادية مع فرنسا لكن ليس بإملاءات مظاهرات أنصار النهضة جاءت عقب جنازة حاشدة للمعارض التونسي شكر بالعيد الذي قتل أمام منزله لتشهد بذلك تونس أول اختيال سياسي منذ بداية الثورة التي أطاحت بالنظام السابق الجنازة شهدت اشتباكات بين قوات الأمن وبعض المشاركين في تشييع جثمان بالعيد الذين حملوا النهضة مسؤولية عملية الاختيال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر